السلام و مرحبا بكم ان شاء الله يارب الناس كلا تكونوا بخير و لا بس راتبكم اليوم في فيديو جديد اول حاجة نأخذنا من وقت وقت نصلوا فعل حبيب مصطفى على افضل و صلاة والسلام عصير اليوم قررنا ان انا بش نخرج على الاقل نفرهده بشوية لما انا مش فرهده بش نهز ايلين عندها كنترول في المستوصف تعرفوا طوع لا يمات هذية في الشتاء تكثر الشكاوي متاع الصغار بش نهز نعمل لها كنترول حصلوا ما عنديش مرشة قضية لحقيقة متاعربي اما بش نتعدل بش نتعدل الميرسوري بش ناخد خيط بش نعمل بش نعمل بونين روحي تقويش تفك الروحي كان بايلين حصلوا بش ناخد زادة انوية متاع خيط بش نعمل تليف نتاح امام جهاز اختي ان شاء الله كان سهل ربي ان شاء الله كانت خلص الميرسوري سرع انتعوم تصوري لكم ان شاء الله انهم انواع الخيط لا نحكي لكم بش موجودة الكالطين كل شي بصراحة اي حاجة ويحتاج مودي موجودة من المهم خليكم مع الفيديو هذية ان شاء الله يكون الخفيف عليكم وان شاء الله يعجبكم وبالطبيعة كنت فمه حاجة مثلا نطور نصورها ونشاركها معكم نشارك معكم من هاري كيف يتعدى ان شاء الله اليوم ان شاء الله ما مانيش عارف لا حكوا ليش نبوشن طيب ما عرش شهية ملوخية حاصيله خبز ما مانيش عارفة ان شاء الله كان سهر ربي نقضي قضيتي وروح الركب ملوخية كان عشنا ونعجن الخبز معه ان شاء الله بقدرة ربي حصلوا هكم مع الفيديو ونشاركوا نخفيف عليكم فر hook شر Palestinian شراب منك شراب منك شراب منخ شراب منخ شراب منخ شرابون شراب موسيقى 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 کششش summer صعبة موسيقى موسيقى نعم 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 حصلوا هذو مع مشتريتي هذي شريط النعال هذي 28-29 هذي الآيلين شريط مع هذو خيوط قطيفة هذو ما يسموهم هذي نوعية هذو ما مزينين على الاخر كما تعرفوا هذي كل الخيط القطيفة هذي شريط منهم زوص وحدة ليا وحدة لها خطرنا عندي نعال في الدار مش نعمل حشيكم مش لايك بيهم هذي شليكة متع دار مش نعملها حصلوا خيوط وحدة ليا وحدة لها يعني تكفي وحدة ليا وحدة لها تكفي زاد شريط هذو ما هذو ما خيوط متعليف كيف ما تلاحظوا هذو ما زوزانوية حصلوا وحدة نوعيتها بمبون وحدة أوبال أوبال فوما زد هذو ما هذو ما متع بتيك اللي يعملوا بيهم السليبر اللي يعملوا بيهم السبابة حصلوا خذيت اللون هذكا وخذيت اللون هذا هذي على الكريم حصلوا وخذيت اللون هذا مش نعملهم مش نعملهم سليبر للأختي خذيت الخيط هذية متع هم يسموها الهنا مكرومة اللي هي اللي هي ماكرومة حصلوا ماكرومة اللي هنا في تركيا اسمها ماكرومة كيف ما شفته هذي بش نعمل بيهم سوتاس يعني بش نعمل بيهم القواعد متع الفنجين شهر خذيت هذية سليبر احضرت هذية معها في الروس نقوم بعملها في الروز نقوم بعملها مع بعضهم حيث يمكنك خلط اللون مع بعضهم وعندي زادة خيط آخر هذياء زادة متعليف بالنسبة للبيض يتمشم على الوان الكل هذياء البيض ثم زادة هذياء الوير وهذياء الروز كما ترى هذياء الروز هذياء روز فوشيان هذياء خاصة بالليف هذياء خمسة كعبات وعندي واحدة اخرى في البلوز وعندي بقية متعخيط أصفر حاصلوا موجود الأصفر موجود جري حاصلوا برشا نواع موجود منهم نقولوا نحنا بقية متعخيط هذو مزادة بش نستعملهم هذو ما بش نعمل بيهم ليف الأختي حاصلوا تشوفوهم موديلات ان شاء الله معلش لا نشاركهم معكم في القناة هذو ما حاصلوا المشتريات متاع الكروشير هتشوفو هذو ما تكون فلوس مشتريات كروشير هل نريد فلوس اليوم لا نعملت آخر هذو شنون هل نهادريك هذو ما للمشتريات الكروشير هذو موديلات هذا هو المشتريات الكروشي لذلك يتم تخدمون الوقت ان شاء الله بإذن الله كان يتم تخدمون ربي عمره وعطانا صحة هذوما الكولم بش نخدمهم هذوما كيفما قلت لكم هذوما بش نخدمهم لغتي هذوما زادة بش نخدمهم لغتي جهاز وهذوما زادة فقط هذوما القطيفة هذوما هذوما زادة بش نخدمهم ليا والبنتي وهذوما زادة بش نخدمهم ليا بش نحط نعمل كسيستو كبير هذك الكنسترو كبير بش نحط في الماتريال متاعي الكل متاع الكروشي وعندي حاجات زادة خدمت هملها لحقيقة وخدمت لومي الشيل زادة هذكا كملت وخبيت وحصيله وعندي الهنا قاعدة نخدم في بناير روحي تعرفوا الدنيا باردة تاوه وقيت شتاة حصيله وقاعدة نعمل في بناير روحي قريبا نكملها المهم كيف ما شفتو هذوما المشتريات متاعي ان شاء الله بش نتعد التاوه بش نمشي ننحضر كيف ما قدتلكم كيف ما قدتلكم الصباح بش نمشي نشوف نعجل الخبز نخليه يتخمر وبش ننصب ملوخية نخلي ملوخية طيب اليوم بش نطيب ملوخية بالكرشة ما عنديش الحم لحقيقة متاعربي لمحالة عندي برشة ما شريتش الحم الهابرة نشري كان في الحم المفروم لاكثرين استعملوا في الحم المفروم كفتة ولا حاجة الحم الكبير هذيك هنقولو نحنا اللي بالعظم والهابرة حصيلو عندي برشة ما شريتوش مكذبش عليكم اصلا ما عنديش قوبش نمشي نهبط وما ديم ما ذاك موجود في الكونجيلاتور هني نستعمل فيه وكهو المهم بش نعمل ان شاء الله ملوخية بالكرشة وبش نعمل معها ان شاء الله خبز ونشاركو معاكم يعني نشاركو معاكم شونو بش نعمل بالضبط حصيلو وان شاء الله الفيديو يكون خفيف عليكم وما تنسوش بطبيعة تدعموني فضلا وليس املا بلايك وكمنتير وبرتاج اذا عجبكم الفيديو بطبيعة وخليكم معا الفيديو وبش نمشي تاول الكوجينة حصيلو بش نعجل الخبز نحضره من تاول وننصب الملوخية وهكا معايا حتى ليوفى الفيديو لاناك ما تشوفو تعديت الكوجينة بش نعجل الخبز نخليه يتخمر على راحتو بنسبة الخبز الهناه في الفيديو هذي ان شاء الله نوريكم جزء مقتطفات صغيرة وان شاء الله بقدر تربيه في الفيديو الجاي نوريكم الخبز اللي عملته بالتفاصيل صدقوني راهو يجيبنين على الاخر وخفيف لاناك ما شفتو صبيت نصف اترى ماء يعني خمسمية مليلتر ماء وحطيت مغارفة متاع سكر بش نحط مغارفة متاع خميرة خبز يعني خميرة فورية بش نحطها كما شفتو بش نزود شوية في الخميرة خيات تعرفوا تقص بارد ماذا به الواحد يزود شوية في الخميرة وإلا كتعجنوا الخميرة متاعكم تدفوها في بلاسة يعني تغطوها بحاجة هيكا بكوفيرتا ولا حاجة وإلا تسخنوا الفور على خمسين درجة يعني حكيت خمسة دقائقا كيكا وتطفوا عليه وتحطوا المعون متاعكم اللي فيه الخبز اللي تخمروا في الخبز تحطوه في الفور يتخمر لكم بما أنه التقص بارد كيف ما شفتو زوت شوية الخميرة خلط اكل الخميرة هذي كم على الماء بالنسبة للماء راهو دافي مهوش سخون دافي خلطت الماء والخميرة والسكر وبالطبيعة بش نبدأ نزيد الفارينة بشوي بشوي والملح بالط باعة كيف ما شفتو المكونات سهلين وبساط بالنسبة للفارينة اللي هنا تاخذي لكم العجينة بتاع الخبز تاخذي لكم من من ستمية جرام حتى الاكثر يعني انتم والماء تنجموا راهو تحطوا مثلا تقيسوا يعني الفارينة بتاعكم تحطوا ستمية جرام تخلطوا معها مغرفة فارينة مغرفة خميرة ومغرفة سكر وبعد تبدو تزيدوا في الماء بشوي بشوي انا خيرت نحط الماء هو الوليني عليش خطر العجينة بتاعي نحبها تكون العجينة نقولوا نحنا طرية برشا طوي تشوفوها العجينة كيفاش لهناك ما تلاحظوا صبيت الفارينة اللي عندي وبش نزيد بطبيعة مش هذيك هي الفارينة الكل خطر فارينة مغرب لباحذين نزيد بشوي بشوي يعني بش نعجم بشوي بشوي نحيت كل الخلط هذيك وبش نبدأ نعجم بداية العجينة كيف ما قلت لكم راهي لازمها تكون طرية عليش خطر الخبز بتاعنا لازمو يجي خفيف ويجي فرق من داخ بنسبه الخبز عملت نوعين عملت خبز مدهوم بالزيت وعملت خبز مدهوم بالماء اوجد الفرق بينها جيت هذيك بعد مع جنت العجينة بتاعي ينترها هي 2022 على عشنها فيها بترية tener 20 غطية عبر عجينة بتاعي فطاير يتخبرت العجينة بتاع طريقة فطاير تنعجنه كيم عجينة الفطاير بالذبط وبش ننبلد Corona P 노래 PMI vor نقوم بلاحظ الماء باقارuuuu ونغطيها بالبيهي ونحاول نغطيها كما شفتوا بالغطاية هذية باش ننسكر عليها لهوي وبطبيعة نغطوها كما شفتوا بحاجة اخرى كماش الكوجينة متاعي دافية لحقيقة واصلا في النهار تزور القشمس تعرفوا تول ليالي البيض في النهار تبدأ الدنيا سخونة ولينا تعديت باش نفوح الكرشة متاعك باش نطيب بها ملوخية حطيت شوية كركم باش نحط شوية تابلو كاروية كما تلاحظوا باش نحط الثوم باش نحط بالنسبة للشمنكة ولكرشة كما نقولون احنا باش نخلطوا بالماء باش تشرب اللفاح متاع اذا تخلطوها بزيت ما تشربش كما الماء حطيت مغارف اصغيرة متاع قهوة طماطم وباش نحط الهروس كما تعرفوا الملوخية متحبش الحمورية برشة سينورا واللون متاعها يتبدل ما عادش يجينك اللون الاخضر المزيان ماذا بيك نتنقسم الحمورة ثم شكون يستعمل هريسة عربي بركة حطيت ترشة ملح ومش نخلطك اللفاحات ومش نلبسقون وخلط لانك تلاحظوا زيت شوية ماء بشكل اللفاحات هذيك تتحلوا في نفس الوقت تتفوح الكرشة هذيك تتفوح بالباهي كيف ما قلت لكم راهو الماء خير من الزيت الزيت خاطر ما يخليش اللفاح يلصق في الحاجة كان جيج ولا الحم ولا اللي هو حاولوا انكم اللفاحات تتحلوها بالماء تفوحوا الحجم بتاعكم بالماء يعني تحلوا اللفاحات في الماء وتفوحوا الحجم بتاعكم اذا تفوحواها بالزيت راهو يميتشد في الحم متاعكم الزيت ميخليش اللفاح يشد في الحم ولا في الكرشة بعد ما فوحتها لانا تعديت بش نصب الزيت اللي هنا في الطنجرة الكبيرة وبش ننكيل الملوخية كما نقولوا لحقيقة الزيت صبيت عيني ميزاني بالنسبة ليكم انتم ما تنجموا ورها ولا تعبوا كيس يعني الكيس عليه مغرفتين عليه ثلاثة مغرف ولا اربعة مغرف ملوخية بالنسبة لي صبيت عيني ميزاني بش اللي الملوخية تجي فيها الزيت يعني كيت قرر الزيت وفي نفس الوقت ما تجينيش مزيتها برشة خاطر كانت تجيني مزيتها برشة اينين ما تاكلها ليش المهم هذه الملوخية اللي عندي لما حال عندي شوية اخرين بعضتهم اللي نادرة ربي يكثر خيرها مستحفظ علي مصدقوني عندهم قريب العامين توا قريبية تصوروا انتم بعضتهم اللي قبل ما روحوا التونس تصوروا انتم من 2021 تبال ما روحوا التونس بريود والحد الان موجودين عندي شوفها الملوخية ما تبدل فيها حتى شي معبيتها في دابوزة بلار وحطتها في بلاسة ظلمة يعني ما تشوفش الظو بش تبقى لنا اللون متاعها مزيين لانها كيلت اربعة مغارف مليانين متاعها ملوخية بش نحرك الملوخية متاعي في الزيت بالباهي نحركها على البارد بش تتحل في وسطك الزيت هذيك ومتبقاش مكعبرا ماذا بينا ما نحطوا هيش تتقلى ديريكت شوفت برشع بيد يحطوا الزيت يسخن ومبعد يحطوا الملوخية تتقلى لا بالعكس راوك تحطوها هكا تحركوها على البارد هكاك بش تضمنوا الملوخية متاعكم ما تتحرك للكمش ومتسيبش المرارة متاعها خطرة اذا بش تقلوها ريتسيب المرارة متاعها وتتحرك اصلا يولي لون متاعها اكحل لانا نحركت الملوخية بالباهي كما شفتو نحركها مليح وعندي بطبيعة بجنبي الماء يسخن حطيت اربع اطرات متاع ماء يسخن يعني بش نخليه لين يوصل مرحلة الغليين ومبعد نمرق بيه لينها حطيت الطنجرة متاعها على الجاز ونبدأ نحرك فيها ادقيقتين باركة لين نشوفوا الزيت هذك بش يبدأ يغلي ومبعد نمرقوها بالماء ما خلوهيش لين تتقلى برشا 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 يعني ما تحبش التقليه برشا راهي الملوخية كيف ما تلاحظوا اللي هنا الملوخية تحلت فاك الزيت بالباهي نحركها ورد بالي بشكل زيت هذك ما يغليش برشا وفي نفس الوقت ما تتحرق الليش الملوخية ووقت اللي تبدأ تغلي الملوخية بش نضيف لها الماء كيف ما قلتوكم ما حطيت اربع اطرات متاع ماء يسخنوا بدرج الغليين تو تشوفوا كنصب الماء كيف هاش تفور الملوخية لين هذي الملوخية متاعي تقلت بش نصب لها الماء بطبيعة وبالنسبة الكرشة هذيك نزيدوها بعد ساعة هي كرشة متعلوش لمحالة تشد شوية وقت اما هي متعلوش مايش متاع باقري بالنسبة للمتاع الباقري زادت شد برشا وقت نعرفوا الملوخية تطيب على نار هادية يعني يتيبوا مع بعضهم يتيبوا يتخلوا الملوخية متاعكم نص ساعة هيك التغلي يتاخذ غلوة باهية وينقص نحن الفوليم متاعها في وسط الطنجرة تزيدوا للحمام متاعكم بالنسبة ليا بش خليها تغلي ساعة كما تلاحظوا الطنجرة متاعي بدت تغلي كما تلاحظوا الهنا بش نمرق بالماء ما نخليش الملوخية متاعي تتحرك الماء اللي في الطنجرة الاخر اللي تغلي اذاك الكلو بش نزيدو كما قلت لكم اربعة ايطرات متاع ماه وبش نخليها تطيب في عقل العقلها وين تطيب الطيب المهم بش نحرك هكت الملوخية هذيك بش نطبق ليش لازجة في وسط في اللي عرمت على الطنجرة ونخليها نغطيها نخليها تغلي على نار متوسطة ووقت لي توصل مرحلة الغلايين بش ننقص عليها الجاز شوية ونخليها تغلي المدة ساعة كاملة وساعة ساعة هكا نطلو عليها بعد اربعة ساعة عشرين دقيقة هكا نرجعولها نحركوها بش ما تلسقناش في قعار الطنجرة وبالطبيعة لانا كيف ما تلاحظوا ذي بعد مرور تقريبا ساعة زدت ورقات متاعران كيف ما تلاحظوا وبالطبيعة بش نجيبك الكرشة متاعي نحطها بما انه بعد ساعة تقريبا الملوخية تغلي الجيجات تلاحظوا حتى الملوخية نقصت نحطك الكرشة هذي كنحركها بالبهي في وسطك الملوخية ونغطي الطنجرة بتاعي ونخليها على نار هادية الطيب فاعقل العقلها في سلة سلة ويا حب هذا والله حبيت كان يبدأ عندي كانون هكا وطنجرة فخارة اني طيبة حتى على الكنون تقعد حتى بالنهار بالنهارين ما على بليش بها المهم وين تطيب الطيب المهم هذي كان شعطها ربي هذي الملوخية كما شفتوا الطروف متاعها مقاستهش كبيرة بطبيعة وليهنا بش نرجع وننحركوا وننحركوا هكا الملوخية بتاعنا ساعة ساعة هكا نعملوا تطلق هال الرجل ونحركوا والمهم وبطبيعة عندي قرون فلفل شيحين نرميتهم ما صورتش الحق متع ربي ما صورتهمش الهنا نحركوا هكا الطنجرة بتاعنا ساعة ساعة ونخليوها تغلي على نار هادية كيف ما قلت لكم هذو ملقرون كيفش بش توصل ولهنا هذي الخبز بتاعي كما تشوفوا هذي الخبز نطيب فيه في الفور على المكسيموم يعني لهنا هذي الخبز طاب كيف ما تلاحظوا ما نحكي لكم مش ما شاء الله هذي الخبز اللي دهنتوا بالماء على فكرة شوفوه كيفش نفخ وهذي الملوخية بطبيعة في اخر لحظة حصيلوا طيش تفاهك القرون فلفل الخضر هذيو بخطر الفلفل هذي حار يعني صدفة لقيت فلفل حار طيش تقرون فلفل حارين كما تعرفوا وفيها الفلفل لحمر ديجا كان يمكن الفلفل لحمر هذيك يكفره اما سبحان الله ديما الوهد ماذا به يرمي هكي القرن بتاع الفلفل لانك كما تلاحظوا الملوخية بدت تتجرر في الزيت متاعها ديجا قررت الزيت متاعها خطر كما كان لحطوا في اللون ما حطيتش بارشة الزيت المهم شخليها تقريبا خمسة دقايق هيك تغلي ونطفي عليها وهذه الخبز متاع كما شفتوه كمل طيبته اربع خبز زيت يعني اللعجينة اللي عجنت هذيك قسمت على اربع خبز زيت هذي الخبز متاعنا كما تلاحظوا كعبتين دهنتهم بالماء وكعبتين بالزيت شوفوا الخبز اللي طيب بالزيت شوفوا كيفاش يتحمر اكثر وميجيش طالع يجي كاينه في طاير وبنسبة الخبز لاخل المدهوم بالماء وهذه الملوخية كما تشوفوا ما شاء الله هاوي نيجرة الزيت متاعها وامورها واضحة صدقوني يجيت بنينا منحكي الكمش وبطبيعة جاء راجلي قال الخبز قال لي بطلت مانيش متعاشي وبطبيعته ما ياكلش الملوخية قال لي بطلت مانيش متعاشي يعطيني بالخبز هذيك المنفوخ بش نعمل صندويتش بالعسل والزبدة قلتوا بيس هاش حاصيلوا بش نقسم الخبز نوريهاي لكم من داخل دجاجه بش يقسمها هوا بش نوريهاي لكم من داخل وهو بش يعمل كيف ما قلتوكم صندويتش متاع عسل وزبدة هذي الخبز يجي فارغ وخفيف ما نحكي الكمش ويجي حتى متاع صندويتش راهو يجي خفيف ما نحكي الكمش هذي الخبز كيف ما تشوفوا شوفوا ما شاء الله من داخل كيفاش يجي فارغ صدقوني ويجي بنين على لخر وخفيف بالنسبة للخبز هذيك اللي بالزيت هذيك يتاكل مع تاين نقولوا نحنا مع قهوة مع حاجة شوفوا الخبز ما شاء الله من داخل صدقوني وصفة ناجحة 100% ان شاء الله بقدر ترابطه في الفيديو جاي نحب بتقول لكم بالتفاصيل ولي هنا يا راجلي مشا يعمل في صندويتش متاع عسل وزبدة قال لي لازمني ناكل منه والخبز سخون بصراحة يبدأ بنين سخون هاكا بزيت زيتونة مع زيتون ولا مع عسل ولا حاجة هاكا يبدأ فطور صباح بصراحة بنين على لخر هذي الفيديو متاع اليوم وان شاء الله يا ربي الفيديو هذي يعجبكم وان شاء الله الوصفات تعجبوكم نتمنى تشجعوني بلايك وكمنتير فضلا وليس امرا واتباتجوا الفيديو مع الاهل والاحباب ونتقابله في فيديو جديد وفي امان الله